قالت المديرة تنفيذية لبرنامج الأغذية العالمية سندي مكين قالت إن الوضع الإنساني في غزة كارثي وإن دخول عشرين شاحنة مساعدة حتى الآن لا يمثل شيئا وأكدت مكين أن وكالات الإغاثة تحتاج إلى وصول آمن ومستدام إلى القطع وفي حديثها لشبكة ABC التلفزيونية قالت مكين إن البرنامج التابع للأمم المتحدة يبذل قصار جهده لضمان وصول المساعدات إلى من يحتاجون إليها لكن غزة منطقة حرب وقد تحدث أمور لن أتوقعها